قد فاتدخل قوي جدا الممتاز من طرف قليد تألوك يابي لحد ساعة ثلاثة تصديات قوية جدا أنقذت فريق القدس من ثلاثة أهداف محققة هذا هو عودة من زكريا النشيري متابعة لسعيد إطرحو في التنفيذ هناك إلى من ينفذه إلى ردوان لم يتمكن منها بالشكل مفيد رغم التقدم في السن لازال يقدم عطاء جيدة قد فى قوية ولكن لم تكن مركزة بالشكل الكبير كونسنتراسيو يحتاج إلى مزيد من التركيز جمال صديقي تمرير إلى السعيد إطرحو ودأت المقابلة التحرن عنها هناك ضغط من طرف ريال يتعمد بحكم أنه يحتاج للانتصار عكس فريق القدس الذي يحتاج إلى التعدل جميل جدا من نشيري أدى مقابلات جيدة في الدفاع البلاء البلحسن بدر مرير حد السعى أيضا لم يقدم مقابلات بالشكل المطلوب مرغوب قدفة بعيدة كل البوعد م Rio de Janeiro مرغوب قدفة بعيدة كل البلاء مرغوب قدفة بعيدة كل البلاء من أجل عرضية كرة عرضية الآن من طرف زكري النشري أمطلقنا من طرف الحكاب اليوشحي في التنفيذ زكري النشري هناك ولكن كاد أن يغالط عرض ونفزاز مرمى لكن الآن ركني زكار زكار أيوب سمي تمويه قد فقر ولكن يدخل الجبل الصديقي قوي أيضا في الدفاع السعيدة الآن هناك هجمة مرتدة قد فى ولكن هذه قد فى مجانية صحة التعبير حسنا قمت بسيارة لاحظة من أجل مرمى علينا لا سيفعل تدخل اردوان صديقي عوده مجددا وراء الانفل وسط ميدان الكريان نشيري يمرر ولكن تمرير خاطئ اوووو محاولة خاطئ رسدكم ولكن ضاعت ضاعت هذه الفرصة لم يتمكن منها الساعد ساعد يطرحه لم يمرر ولم يقدف بالشكل الجيد الكريم الدوشي جميل جدا هناك دفع واضح جدا دفع لدفاع فريق ريال ايزاموت دفع 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 ايوب سمي دفع 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 مصاب سبب خفيفة درجة جو ملائم يلعب كرة القدم بشكل جيد لاحظوا الردوان يترحوا كيف يصرخ في وجه اللاعبين حماس وقت ثاني كبير الردوان يترحوا حاكم يطلبين ايوب سمي الدخول كانت خاطئة محاولة الان مرتدة هناك سعيد نعم يتمكن منها يمرر لكن استقبال النشير مفيد يسمي عردوان فزاس نخرجها الى تماز اذا وصلنا في البطولة افنون في دورتها السابعة الى المقابلات الثالثة المؤهلة او الحاسمة في تأهيل الى الدور الثمن النهائي العديد من الفروق تأهلت محمد و السريع السريع وغيرها من الفروق اهلت الى بي اس جيجي ايضا فيما بعض الفروق التي ابلت البلاحة ادتها ببراية جيدة لم تدمن كمية تأهل رغم ادائها الجيد والمقنع في البطولة وقدمت لعبين جدد وشبان لهم مستقبل في كرة القطر النشيري هناك الى اي اسمي يوعدها موجودا الى النشيري جميلة ولكن يوعدها الى دربة مما المدنبي طلبوا اخراج الكرة مربع العمليات ومربع الخطر النشيري نكرية النشيري نحن نشير نحن نشير ونحن نشير ونحن نشير تماس الفريق ريال الزمود هيا هيا اهداف تنتظركم يا فريق ريال الزمود لتحريك المقابلة ينتظركم ويا فريق القطس نريد اهداف ملح المباراة ويقاف الرسد كنت تنفيذ النشيري والدخور الحارس كدا ان يختفى ملك ايدي عمر اطرح قدمري الخطأ واضح يقول الحكم المضايقة زوحق الحارس تنفيذ داردوان فزاز هناك مو عن داش عبر رقم ربع صديغي رقم خمسة تودفها فريق ريز عمود إلى سعيد هل سيمررها إلى من لا الحسن الحسن لم يتمكنها بشكل جيد ولم يستقبلها قدفة قوية جدا ولكنها فوق الأخشى ببعض السلطة المترات الحلول منعدمة لحد الساعة رغم تهديد المرمى من طرف ريال الزعمود بثلاثة فرص حقيقية لتشجيل لكن تقلق الحارس خالد دوشي حال دون تشجيل ريال الزعمود لهداف الهداف الأول ريال سعيد ممتاز لعب سعيد يؤدي مقابلات جيدة تعمل الله ولكن هل سيتمكن منها مو عنداش نعم عدم عدم هناك من هو الفزاز يعيده إلى الحارس هومر موجودين إلى فزاز سير على الجهة اليمنى جامل صديقي تعمل إلى مصطفى في طرحه مراوغة ولكن في التصدي الأحسن بن موسى مو عنداش وسط الميدان سعيد سيتمكن منها كريم لم يتمكن من انتزاع الكرة السعيد يعيدها لأننا الآن نسيطر فريق ريال الزعمود مفيد خطأ واضح لكن الحاكم يتركوا الامتياز في وسط الميدان سيتمكن من السعيد ولكن بدر مارين مضايقة ومتابعة قوية سمي أيوب تماث لفائدة فريق ريال الزعمود ركنية أو ضربة مرمى درجة عبد الله أقول الحكم مستفاليشي هذا؟ جيد جداً إلى مفيد سوف تنتغير مكان مفيد لم يكن في هذا المكان في مقابلة الفائتة هناك تغير تاكتيكي لفريق الخط طبعا الحال مع الإبقاء على ردوان على بدر مرير في الهجوم كذلك نفس التشكيل الهدف الأول فإذا تفريق ريال لا يتزمد خطأ فاديح من طرف خليد أديتها مبارجية جدا ولكن لا تفشل ولا تتراجع أكيد المقابلة لازلت لازلت في الصوت الأول لم يهتمل بعد لكن أيضا تهاون الدفاع والذي أدى بفريق القدس إلى خروج كريم توشي ودخول حبي مفيد جيد جدا ولكن هناك معنداش سيفعل تمرير ولكن قد فقوية ضرف مصطفى لكن بدون تركيز حذاري من إبقاء الفراغات والثغرات في الدفاع القدس حذاري من الإحباط والفشل والتراجع والتراجع رغم التلقي الهدف الأول مباغت لكن فعلا التهديدات السابقة أنظرت وحذرت فريق القدس بأن رياليز عمود قادي بأنه لن يبقى مكتوف الأيدي أنه سيحاول تحقيق نتيجة الانتصار للتأهل التمن المقابلة لم تنتهي بعد أكيد أن فريق القدس سيرد الصاعين تمارين خاطئة يجب استغلال مثل هذه الأخطاء وهذه فوات ولكن جمال الصديقي في المكان المناسب هناك ضعف خاصة الحريس عمار إدرحو أعتبر أنه حريس ليس في المستوى المطلوب مع كامل التقدير والاحترام ولكن هناك حراس في مستوى قدفة ولكن جيد جدا ولكن فوق الأخشاب هناك بعد الدخول التي يقوم بها عمار إدرحو ولكن العموم الدخول هو ضعيف نوعا ما أرجع أن بقيت دقيقتان على نهاية الشوط الأول من مقابلة بين ريال زعمود والقط هدف أول من تشجيل سعيد أعترحو بقدفة قوية استقرت في الزاوية التسعين من الجهة اليسرى للحارس خليد الدوجي تمر إلى هناك أي يسمي إلى من يبحث عن من مراوغ جدي جميل جدا لاحظ دائما أصحاب القماد القصيرة يؤدون من قبل جيدة ويمتلكون مهارات جيدة عاود مجددا إلى من لمن سيمرر هذا الحسن بن موسى العميد تمرر إلى مفيد هناك تغيير أماكن من طرف مفيد بين اليمين وبين اليسار يلعب دور صنيع اللعب والمحرك اللعب داخل الملعب لفريق القدس قلت بأنه تنوب بين مصطفى يطرح وسعيد يطرح على الهجوم أحيانا تراجع عودة عودة مصطفى إلى الدفاع لمساعدة الدفاع على رياد الزعمود وصعود سعيد وأحيانا عودة سعيد وصعود مصطفى لكن يتمكن منها معنداش في التنفيذ النشيري المتخصص في العرضيات وفي الضربات الضربات أخطع أضاف إليك جميلة جدا رأسية جميلة جدا من طرف بادر مارين ولكن الحد لازال يعاكس فريق القدس القدس جاء من بعض الأصدقاء الذين يجتمعون في مكة القدس جاءت الاسم وفريق القدس يحتوي على عدد كبير من أبناء إشمال لنهاية الشوط الأول من المقابلة مشاهدين كرام نطلب لكم أيضا في الشوط الثاني فكونوا معنا